عقب أيام من التفاوض والذي كاد أن يتوقف بسبب شروط جديدة وضعتها جبهة النصرى ليلة الأربعاء تمكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم من إعادة سير العملية التفاوضية إلى السكة وقد دخل على الخط عنصر الإفراج عن موقوفين سوريين وبالفعل تمت عملية التبادل اتسلم جبهة النصرى ثلاثة موقوفين من سجن رومية مقابل تسلم حزب الله ثلاثة عناصر كانوا ضلوا طريقهم أثناء معارك جرود عرسال الأخيرة اللواء إبراهيم أشرف على عملية التبادل التي تم من خلالها تسليم عناصر حزب الله الثلاثة وهم حمد حرب وشادي صغيم وحسام فقيه بصحة جيدة وفي إطار المرحلة الثانية من التفاوض بدأت عملية انطلاق الحافلات من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال لسيما القافلة التي تقل المسلحين وعائلاتهم من وادي حميد باتجاه وادي الزعرور وباتجاه فليطة السورية وصولا إلى إدلب حاملة معها أبو مالك التل وحوالى ثمانية آلاف نازح من بينهم عناصر من جبهة النصرة وعائلاتهم وذلك وسط إجراءات للجيش والأمن العام اللبناني ومشاركة صليب الأحمر الدولي واللبناني وهيئات دولية وبحسب المعلومات فإن الصليب الأحمر نقل كذلك أحد عشر جريحا للنصرة برفقة القافلة المغادرة إلى سوريا وبلغت أعداد الذين ستقلهم الحافلات من عرسال إلى إدلب السورية 7777 بين مسلح مدني ينقسمون إلى منطقتين يتواجد في المنطقة الأولى الواقعة تحت سيطرة الجيش اللبناني 116 مسلحا و 6101 نازحا والمنطقة الثانية الواقعة خارج سيطرة الجيش اللبناني يتواجد فيها 1000 مسلح و 560 نازحا ومن المقرر أن يتم الإفراج عن خمسة عناصر من حزب الله كانوا قد أسروا في تلة العيس في حلب عام 2015 استكمالا لعملية التفاوض ليبدأ الشق الثاني منها في نقل سرايا أهل الشام وعددهم 3000 من المسلحين والمدنيين من النازحين السوريين إلى قرى الكلمون والرحيب السورية في عسال الورد والسحل حوش عرب ويبرود وإلى الرحيب السورية من جهة أخرى أشارت المعلومات إلى أن جبهة النصرة قامت بإحراق مقراتها في مناطق انتشارها في وادي حميد والملاهي وابنى الأركان الأساسي في مخيم الباطون كما نقل عن أبي مالك التلي قوله للمقاتلين نحن لم نستسلم وسننتقل إلى منطقة أخرى وقد حاول تنظيم داعش استهداف حافلات المسلحين واللاجئين خلال توجهها من لبنان إلى سوريا إلى ذلك أقدمت جبهة النصرة على إنزال رعد الحمادي الملقب برعد العموري من إحدى الحافلات المغادرة من وادي حميد إلى إدلب وقتلته أمام النازحين المدنيين ويذكر أن القافلة ستتجه عند وصولها إلى النقطة المتفق عليها وسيواكبها الهلال الأحمر السوري باتجاه حلب سالكة الطريق الدولي دمشق حمص ومنها إلى حلب